هذا ما نحن نحن، غوستين، ينتظر لك في الظلم لا تستطيع أن نرى، لكننا نرى أنك لا تقلق من كيف تأخذ لانيستر، ستارك، باراثين أنت تنتظر في المنزل براثره بلا بانر سوف تأخذك السلام عليكم من القصص الجميلة والمحزنة في رواية أغنية الجليد والنار هي قصة بيريك تنداريون والأخوية بدون رايات أنا محمد من قناة ويسترس اس اي وحديثنا اليوم سوف يكون عن بيريك تنداريون والأخوية بدون رايات ونبدأ باسم الله بيريك تنداريون والذي يلقب بسيد البر وهو لورد قلعة بلاك هافن أو السماء السوداء الموجودة في أراضي الجنوب وتحديدا بدور وهو متزوج من إليريا دين التي تكون أخت سر آرثر دين بيريك كان رجلا متواضعا ووسيما وبشعر أحمر وذهبي فقد كان رجلا اندفعا ولكنه كان شاب قليل الخبرة ولكنه أيضا كان رجلا مليء بالثقة بيريك كان يمتطي جوادا أسودا ويرتدي عباءة لامعة مزينة بالنجوم وأما بالمعارك فكان يرتدي درعا للصدر يظهر فيه برق بنفسجي متشعب تبدأ قصته عندما توجه لكينغز لاندينج للمشاركة بمسابقة يد الملك ولم يكن يعلم ماذا تخبئ له تلك المسابقة من كوارث ومعجزات فبعدما تم إلغاء المسابقة قرر بيريك البقاء في كينغز لاندينج ثم ذهب لقاعة العرش للاستماع إلى مشاكل الناس في حضرة الملك لكن الملك لم يكن متواجدا فوقتها كان يصطاد في البر وقد وكل المهمة لمساعده نيد ستارك تقدم رجال قادمين من أراضي النار فأخبروا نيد عن غزاة يسلبون وينهبون في أراضي النار وقدموا لينشدوا بعدالة الملك وبعدما وصفوا الجماعة الغازية تعرفوا عليهم واكتشفوا أن الوصف يطابق الفارس المزيف غريغور كليغين والذي يعرف بـ The Mountain نيد ذكر من بالقاعة أن رجال الأوائل كانوا يؤمنون بأن الرجل الذي ينطق بأمر الإعدام فيجب عليه أن يسحب السيف بنفسه أو ينفذ الحكم بنفسه كما فعل مع الحارس ويل الذي فر من الحرس الليلي لكن نيد لم يكن يستطيع التوجه بنفسه بسبب الإصابة التي لحقت به عندما قاتل جيمي لانستر فقد تقدم لورا ستايريل ليذهب ويجلب The Mountain للعدالة لأنه يرغب بالانتقام منه لسبب محاولته لقتله في المسابق لكن نيد يرفض فورا لحكم أن لوراس صغيرا بالسن قد يتصرف بتهور فأمر نيد ستارك بإرسال مجموعة مكونة من مئة شخص تحت قيادة لورد بيريك دندارين من ضمنهم رجال من ستارك لتحقيق عدالة الملك وإيقاف بطش الفارس المزيف جريغور كليغين من قتل وحرق وسرقة واختصاب فعند وصولهم لأراضي النهر نصب تايول لانستر كمين لهم فقد كان يتوقع أن يأتي نيد ستارك بنفسه ليقبض عليه ويكون في إهدته كما فعلت زوجته كاتلين لابنه تيرين لكنه كان يجهل بالإصابة التي لحقت به أثناء قتاله لابنه جيمي الكمين يعرف باسم دامامرز فور فقد كان جريغور كليغين يقودهم وخلفه عدد كبير من 28 هاوسا مختلفا من أراضي الغرب وفي المقابل بيريك وثوروسوف مي وخلفهم 118 شخص من هاوس دانداريون هاوس استارك وهاوس دين وعدة رجال آخرين فعند عبور بيريك ومن معه لمعبر نهر الممر الذي يصل بين نهر الترايدنت والريد فورك تم اعتراضهم من قبل قوى اللانسترس وعندما أرادوا التراجع أتاهم من خلفهم جريغور كليغين والرجال وقد مات عدد كبير من رجال الملك من بينهم لوثر ماليري وغلادن وايلد ورايمان داري وعدد من رجال السارك وأخيرا انتهى بموت قائدهم بيريك دانداريون بعدما أصيب برمح اخترق صدره من قبل جريغور كليغين كان لدى بيريك مرافق أو سكواير يعرف بأدريك أو نيد فهو لورد هاوس دين ويكون ابن أخ إليريا وأرثر دين سيف الصباح فقد كان صبيا في الثانية عشر من عمره فقد قام بإخراج جثة قائده من نهر الريد فورك وأخذ يناظره والمعركة تشتحن من حوله ثم فر من القتال بعدها أحد رجال نيت سارك أمرهم بالانسحاب لأنه لا قوة لرجال بيريك أمام قوات اللانسترس فبعد المواجهة وردت أخبار لروب ستارك وكاتلين ستارك عندما كانوا في موت كيلين عن فوز اللانسترس في معركتي The Golden Tooth و The Mummers Ford وأن تايون لانستر قد أقلغ الكينغز رود وقد زحف بجيشه شمالا لهارين هول وبعض الأحاديث عن المعركة أن هاروين رأى The Mountain يقاتل رايمونداري ثم استطاع أن يقطع يده وقتل الحصان الذي يمتطيه لضربة واحدة ثم سقط ميتا ولاحقا بعد الانسحاب كان ثوروس لا يعرف ماذا يفعل فوقتها كان ثوروس كاهن سكيل وقد أصبح مشككا في ربه لكن أثناء تقديمه لطقوز توديع الميت استيقظ بيريك من موته وكأنه كان نائما فقام ثوروس بسحب الرمح من صدره وسكب خمر مغلي في موضع الإصابة بعدما علموا عن موت روبرت براثيون ونيت ستارك تغير هدفهم ومسعاهم فقد كانوا يقاتلون تحت رايات ستارك والبراثيون لكنهم فقدوها في أرض المعركة لذا أصبحوا الأخوية بدون رايات ومن هنا تبدأ قصة الأخوية فهي حركة مقاومة ومخالفين للقانون تتواجد بأراضي النهر وتحديدا بكهوف التلة الفارغة فهم يطلقون على أنفسهم فرسان التلة الفارغة والرفقاء المنسيون وأيضا برجال الملك تأسست عام 298 بعد الفتح على يد كل من بيريك دنداريون والساحر الأحمر ثوروسوف ميل وقد اززاد عددهم بكثرة بعد أن ينضم لهم الجنود الفارين والخاسرين من معارك الملوك الخمسة وقد كان بيريك من قائمة النبلاء الذين أصر الملك جوفري على حضورهم وتقديم طاعتهم له وإلا تم اعتبارهم خوانة للبلاط الملكي وكانت هناك تقارير متعارضة في أراضي النهر عن كون بيريك ميت فقد أصر كلا من سير أمري لورج وسير بولسون كراكهول وغريغور كليغين على قتل بيريك ولكن بالوقت نفسه فهو مستمر بحملات يهاجم فيها قوات اللانسترس ثم أمر ذا ماونتون رجاله بتعذيب الضعفاء بحثا عن المعلومات ومن ذكاء بيريك أنه عندما كان يجوب أراضي النهر متوجها إلى آكرنهول أو قاعة شجرة البلوط كان يأمر رجاله بلبس ما يلبسه لكي يصعب على اللانسترس معرفة مكانه فقد كان ديفن لانستر يقول لجييمي لا تدعني أبدأ بالحديث عن بيريك فهو هنا وهنا وفي كل مكان فعندما ترسل رجال خلفه سرعان ما يختفي كتلاشي قطرات الماء ولاحقا كان آريا ستارك وغيندري في أراضي النهر ثم قبض عليهم الأخوية وبعدها أسروا ده هاوند ثم خرج إليهم بيريك وقد عرفوا أنه على قيد الحياة لكن جروحه أصبحت وحشية ومرعبة بعدما مات خمسة مرات فقد دار حديث بين ثوروس و بيريك وتوم وذا هاوند فقد قال ثوروس نحن إخوة هنا إخوة برباط مقدس أقسمنا للعالم ولإلهنا ولبعضنا ليكمل توم نحن الأخوية بدون رايات نحن فرسان التلة الفارغة ليسأل ده هاوند بسخرية أنتم فرسان الفارس الوحيد بينكم هو دندارين ولكن بقيتكم عبارة عن أكثر الخارجين عن القانون منكسرين ومثيرين للشفقة قد رأتهم عيني ليرد بيريك أي فارس يستطيع أن يعطي الفروسية لغيره وكل رجل تراه أمامك قد تحسس بسيف في كتفه فنحن الرفقاء المنسيون بعدها قام بيريك بمحاكمته للأعمال الوحشية التي قام بها للانسرز لكنه كان بريء منها فوقتها كان يحمي الملك توفري فليس له ذنب بما يفعله أخيه غريغور لكن تقدمت آريا وأدانته بقتل صديقها مايكا بن الجزار ليقر بفعلته ويتم محاكمته عن طريق القتال ليتقدم بيريك ويكون منازله بالقتال فقد حضر بيريك وبيده سيفه المشتعل الذي كان يخيف ساندور كليغين ولكنه استطاع التغلب على بيريك وقتله لتبرئة نفسه من جريمته وسرعان ما ذهب ثوروس لجثة بيريك ينطق بنفس الكلمات التي نطقها للمرة السادسة يستعيد قائده من الموت وكانت آريا في دهشة وذهول من الأمر وبعدها سمحوا لساندور بالرحيل فقد أصبح بيريك الفارس المرهب عث الثياب فكان جسده المضروب يحمل جميع الجروح التي لحقت به من موتاته السابقة فبعدما مات ستة مرات ذاكرته أصبحت ضعيفة للغاية بسبب موته فكل مرة يعود للحياة يفقد شيء من ذاته فقد كانت لديه تفاصيل منسية عن قلعته والمرأة التي تعهد بزواجها فذات مرة كان يقول لثوروس هل لي بأن أمعن التفكير بقليل مما أذكر لقد كنت أملك قلعة في مسيرات دور وكان هناك إمرأة قد تعهدت الزواج بها ولكني اليوم لا أستطيع أن أجد تلك القلعة ولا أن أخبرك عن لون شعر تلك المرأة من عينني فارسا يا صديق القدم ماذا كان طعامي المفضل كل ذلك تلاشى أحيانا أظن أنني قد ولدت على العشب اللعين في بستان الرماد وطعم النار في فمي وفتحة في صدري أحيانا أتساءل هل أنت أمي يا ثوروس ويقصد بالعشب اللعين في بستان الرماد هو المكان الذي عاده في ثوروس للحياة للمرة الأولى نعود لآريا بالكهف فقد أخبرها ثوروس عن قصة الأخوية وأن مسعاهم هو تكريم وتشريف قرار الملك روبرت باراثين الذي أصدره والدها نيت ستارك نيابة عنه وقد كان بيريك يقسم بأن يعيد آريا إلى أحضان أمها في أحد المرات قال لها حتى الرجال الشجعان يعمون أنفسهم عندما يصبحون خائفين من النظر الأخوية كانت تقاتل بحرب تشبه حرب العصابات ضد أسود اللانسترس لكنهم غيروا مسعاهم ليكون في مساعدة الضعفاء الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم وفي المقابل يمولونهم بالمعلومات وأحيانا بالطعام لذا كانوا بروح عالية لأنهم يعتقدون أنهم نبيلون في قضيتهم والأخوية كانت تجيد القبض على أعدائهم بسهولة وكانوا يحسنون للأسير وأيضا يعطونه خيار المحاكمة بعدل وإنصاف أريا وغيندري كانوا يرافقون الأخوية بدون رايات في ترحالهم عبر أراضي النهر وأثناء ذلك قرر بيريك أن ينصب غيندري ليكون فارسا من فرسان التلة الفارغة فأمره بأن يركع أمامه وقد قال له غيندري هل تقسم أمام أعين الآلهة والرجال أن تدافع عن من لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم أن تحمي النساء والأطفال لتطيع قائدك وسيدك الذي تتبعه وملكك وتقاتل بشجاعة عند الحاجة وبعض المهمات الأخرى التي توكل إليك مهما كانت صعبة أو وضيعة أو خطيرة أجابه غيندري نعم يا سيدي ليأمره بيريك ويقول انهب سير غيندري فارس من فرسان التلة الفارغة ومرحب بك بالأخوية بعدها يتوجهون للمعبد المحترق لتدور بينهم معركة ضد الرفقاء الشجعان بمجموعة يقودها أوت الكاهن المخزي ومعه رفقاؤه من الممرز الدمويون فقد كان آريا وغيندري يشاهدان المعركة على قمة جبل ويحرسهم شخصين من الأخوية الممرز الدمويون من الرفقاء الشجعان كانوا متعددي الأقوام والألسنة فكان من بينهم نشاب من مير وجنود من إبيين ودوثراكيين وجنود من فولانتس فقام رامي السهام أنقاي ومن معه من رماه بقتل ثلاثة من الحراس قبل الفجر بعدها رموا أسهم من نار أشعلت المعبد وخرج الممرز الدمويون ليهاجمونهم ليقطع بيريك ومن معه هجومهم وقد كان بيريك وثوروس يحملون سيوفا مشتعلة فكان ثوروس يشعل سيفه بواسطة الوايلدفاير أما بيريك فكان يستخدم دمه ليشعل سيفه بطريقة سحرية بعدها انتصرت الأخوية عليهم وقبضوا على من قبضوا وقتلوا من قتلوا لكنهم وجدوا قائدهم أوت مختبئا بين عتبات القبو فقبضوا عليه وقاموا بإعدامه ومن معه بسبب جرائمهم بعدها عاد اللورد الشاب إيدريك تين ليكون مرافقا لبيريك ويقاتل في صفه مرة أخرى بعدما رأى بيريك هروب بعض الممرز الدمويون قال دعهم ينقل الخبر لهارنهول فذلك سيعطي سيد العلقة وماعزه بضع ليال من غير نوم ويقصد بسيد العلقة روز بولتن وماعزه هو فارغو هوت طائد الرفقاء الشجعان وبعد المعركة توجه بيريك للأولد ستونز ليزور غوستوف هاي هارت أو شبح القلب العالي طلب حكمتها لأنه كان ينوي إعادة آريا لأهلها ولكنها أمرتهم بأن تستمع إلى غنية جيني فولتسونز ليتقدم توم سيفن سريمز ويقوم بغنائها لتنهار بالدموع ثم تخبرهم بعدة نبوآت من ضمنها أحداث الزفاف الأحمر وموترين لبراتين وبالون جريجوي وكاتلين ستارك ثم أخبرتهم عن فتاة في وليمة وحول شعرها ثعابين بنفسجية ويتساقط السم من أنيابها وحلمت بنفس الفتاة مرة أخرى لكنها تقتل عملاقا وحشي في قلعة مبنية من الثلج وبعد تلك الأحداث سمع من في السمول كاونسل أن بيريك يقوم بشنق الفريس لذا قرروا أن يقلبوا الضعفاء على الأخوية فأصدر لورد راندل تارلي إشاعة أن ذا هاوند قد انضم لهم وبعد الزفاف الأحمر وجدوا جثة عارية ملقية بالنهر يتقدم هاروين أحد رجال نيت ستارك وقد تعرف على الجثة وكانت كاتلين ستارك فطلب هاروين من ثوروس أن يعيدها للحياة لكنه يرفض بسرعة لأن الجثة قد أخذت وقتا طويلا ليأتي بيريك بتصرف غريب ومجهول ويعطي كاتلين قبلة الحياة مقايضا شعلة حياته بحياتها لتنهض كليدي ستون هارت أو السيدة ذات القلب المتحجر فأصبحت قائدة للأخوية بدون رايات ولكنها لا تستطيع أن تتحدث على الرغم من أنها كانت تعطي الأوامر والقلب المتحجر باللغة العربية يرمز للقساوة السبع مرات التي مات فيها بيريك دانداريان المرة الأولى طعن برمح بواسطة غريغور كليغين المرة الثانية ضرب بصول جان على جانب رأسه تسبب بموته عن طريق سير بورتن كراكهول المرة الثالثة شنق في الراشنغ فولتز أو الشلالات المندفعة من قبس الأمري لورت المرة الرابعة طعن بخنجر في عينه عن طريق غريغور كليغين المرة الخامسة قتل على يد فارغو هوتز قائد الرفقاء الشجعان المرة السادسة قتل عن طريق ساندور كليغين في محاكمة عن طريق القتال المرة السابعة والأخيرة أعطى شعلة حياته ليعيد كاتلين ستارك للحياة ملاحقا يتم إرسال ميرت فري للاهولت سونز لتحرير بيتر فري لكنه شجده مشنوقا قبل وصوله ليخرج إليه الأخوية بدون رايات ويتهمونه بمشاركته بجريمة الزفاف الأحمر ولكنه ينفي تلك الجريمة عن نفسه ثم يظهرون شهيدا على جريمته ألا وهي كاتلين ستارك ذات القلب المتحجر ليقول له لم ليمون كلاك إنها لا تتحدث لأنكم أيها اللقطاء الملاعين قطعتم حلقها بعم فهي لا تتحدث لكنها تتذكر ثم قال لتوم سيفن سريمز أن يحاكمه بيريك لكنه قال له أن بيريك في مكان بعيد عن هنا لتأمر كاتلين بشنقه ثم مات فتحت قيادتها قامت الأخوية بحملات قتل وانتقام ضد أعدائهم وخصصوا من شارك بالزفاف الأحمر فبعدما سمح جيمي لانستر لرايمون فري بمغادرة ريف الرن تم نصب كمين له وقتله مع من كان معه فقد قل عدد الأخوية وكثير اختار المغادرة بسبب قيادتها لهم من ضمنهم لورد إيدريك دين وهناك بعض الأقاويل عن توم سيفن سريمز عندما كان بريف الرن التي كانت تحت عهدت جيمي لانستر أنه كان يسرب بعض الأخبار والخطط للأخوية بدون رايات ولم يكن يعلم جيمي عن هوية توم وأنه من الأخوية فقد كان يبقيه مع إدمير تالي وكان إدمير يكره توم لأنه قد سرق المرأة التي كان معجب بها ثم أمر جيمي توم بأن يعزف أغنية The Rains of Castamere نتذكر أن جيمي لانستر أطلق وعدا لكاثلين ستارك عندما حضرته بأن يعيد بناتها آريا وسانسا لونترفيل وعند عودته لكينغز لاندين فقد وكل المهمة لبريانوف تارت لأن يده كانت مقطوعة فهو لا يجيد القتال فقد أرسلها ومعها بودريك بين وسيرهايل هانت ليرافقوها في مهمتها وأعطاها سيفه أوث كيبر أو حافظ العهد وقد زودها بكل ما تحساد من دروع وخيول ومؤونة وعند وصولهم لحانة العبور في أراضي النهر يعترضهم بايتر ورورج الذين ينتمون للرفقاء الشجعان فبايتر قد كان رجلا ضخما ومرعبا ومقطوع اللسان وأما أسنانه فتم حشوها لتكون حادة فمعنى اسمه هو العضابة فبعدما تواجه رورج مع بريان استطاعت قتله ولكن بايتر بقوته استطاع أن يسقط بريان ثم أخذ يعض وجهها بوحشية حتى استطاع جندري أن يضع رمحا في عنقه ليسقطه ويتمكن من إنقاذها وقد جلبوا الثلاثة إلى الكهف فسألت بريان ثوروس أنت تتبع دندارين سيد البرق فأجابها بنبرة حزن البرق يأتي وينقضي ولا يرى مجددا وكذلك الرجال أخشى أن نار لورد بيريك قد انطفأت من هذا العالم وظل غاضب هو من يقودنا الآن ويقصد ليدي ستونهارت بريان تم اتهامها بمساعدة لانسترز وتعرفت عليها كاتلين لكنها لم تكن مهتمة بمناقشتها فبريان كانت في مرحلة هذيان وكان ما يثير الشك بأنها تخدم لانسترز أنها تحمل ختم الملك توم امبراثين والسيف الفاليري حافظ العهد وكانت تصيح باسم جيمي كثيرا ولاحقا ليدي ستونهارت تخير بريان إما بالموت شنقا أو قتل جيمي لانستر لكن بريان ترفض قتله بحكم أنه ساعدها في هارنهول وانقذها من الدب وكانت تؤمن أنه قد أصبح رجلا متغيرا وعندما بقيت لحظات على تنفيذ الحكم تصرخ بريان بكلمة تجعل كاثرين تتوقف عن الأمر وفي آخر ظهور لجيمي بالرواية كان في قرية بيني تري وقد جلب الكشافة بريان له ثم أخبرته أنها قد وجدت سانسا ستارك ويجب أن يأتي هو وحده وإلا قتلها ذهام فمصير جيمي مجهول ومن الممكن أن يتم القبض عليه من الأخوية وقتله وكل هذا سنعرفه في الكتاب السادس رياح الشتاء وأخيرا انتهينا من قصة الأخوية بدون رايات وبيريك دندارين الذي انطفأت نيرانه من هذا العالم وقد لا تعود مجددا نتمنى أن نلتقيكم في قصص قادمة توم توم بخير